بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما شفنا في جزء السابق تعتبر تعديل أو صيغة أخرى للفاينل إكوفيلين سيركيت اللي استنتجناها فلحساب هذه البرامترز تعمل هنا اختبارات شبيهة للأوبن سيركيت تيست والشورت سيركيت تيست في الترانسفورمر فهذه الاختبارات هي الدي سي تيست والنو لود تيست واللوكت روتور تيست الاختبار الأول هو الدي سي تيست لحساب قيمة الـ R1 وهو نفس اختبار الدي سي رزيستنس تيست في السنكرونس ماشين يتم تغذية أطراف ستيتر بدي سي فولتج بهذا الشكل ثم ناخذ قراءة الفولتج والكارنت عن طريق الفولتيميتر والأميتر فالـ R1 زايد الـ R1 تساوي من قانون أوم الفولتج على الكارنت ويعطينا في النهاية الـ R1 DC يساوي V على 2 في الـ I هذه الـ DC رزيستنس أما الـ AC رزيستنس فتساوي الـ DC رزيستنس مضروبة في فاكتور تتراوح قيمته بين 1.05 إلى 1.25 أو إلى 1.5 مثل ما شفنا في السنكرونس ماشين الاختبار الثاني هو الـ No-Lood Test بنفس مفهوم الأوبن سيركيت تيست في الترانسفورمر نفرض أن عندنا هنا Y-Connected Induction Motor أولا لا يتم توصيل أي Mechanical Load على الـ Router Shaft يعني الشافت يدور بحرية بدون أن يكون موصل عليه أي Mechanical Load ثم يتم تغذية الستيتر بقيمة Voltage تساوي Rated Voltage للموتر ونأخذ قراءة الفولتج ونسميه V-No-Lood والCurrent I-No-Lood والPower P-No-Lood فهذه الإكوفرين سيركيت للإندكشن موتر لما تكون الماشين تعمل At-No-Lood سرعة الـ Router تكون أقل بقليل من السنكرونس سبيد نفرض هنا أن سرعتين متساوية لتسهيل الحسابات وبالتالي السليب يساوي تقريبا صفر وهذا يعني أن هذا الجزء بيكون Open Circuit يعني قيمة مقاومة كبيرة جدا لأننا بنعوض هنا عن السليب 0 وبالتالي هذه الرزيستر تساوي Infinity أو عدد كبير جدا نعبر عنه هنا بOpen Circuit وبما أن الموتر يعمل بدون لود هذا يعني أن قيمة الـ Power Factor صغيرة جدا وتساوي تقريبا 0.1 lagging أو Purely Inductive وبالتالي يلغى تأثير هذه الرزيستر ونتحصل على هذه السيركت النهائية At-No-Lood فنقول هنا Total X At-No-Lood تساوي مجموع هذه التوري أكتنسيس وطبعا مثل الـ Open Circuit Test في Transformer الروتر كبرلوسيس At-No-Lood قيمتها صغيرة جدا ويمكن إهمالها وبالتالي الـ Input Power اللي نقيسها هنا في هذا التست الـ P-No-Lood تساوي Stator Cover Losses زايد Rotational Losses والStator Cover Losses نحسبها من هذه المعادلة والRotational Losses تساوي Core Losses زايد Friction والWindage Losses أما الروتر كبرلوسيس قلنا تساوي 0.0 At-No-Lood وهنا مقارنة مهمة مع Transformer في Transformer Open Circuit Test أحملنا الكبرلوسيس في البرايمري لأن قيمة الـ No-Lood Current صغيرة جدا أما هنا لا يمكن إهمال الكبرلوسيس في البرايمري أو Stator لأن قلنا قيمة الـ No-Lood Current كبيرة ولا يمكن إهمالها بسبب وجود الـ AirGab بدلا من الكور في Transformer وهذا يطلب زيادة الـ Excitation Current الاختبار الثالث هنا هو ما يسمى الـ Blocked أو Looked Rotor Test وهذا التست يناظر Ashure Circuit Test في Transformer بداية الروتر يعمل له Blocking يعني يمنع من الدوران ثم نغذي Stator Winding تدريجيا بالVoltage إلى أن يمر Rated Current في Stator Windings ونأخذ قراءة V-Blocked Router والI-Blocked Router والP-Blocked Router فهنا الإكوفرينت سيركيت للإندكشي موتور فبما أن الروتر بلوكت هذا يعني أن الروتر سبيد تساوي صفر وبالتالي أسلب يساوي واحد فنعوض هنا عن الإسف واحد يعني كامل هذه الرزيستر قيمتها صفر يعني تعتبر short circuit وبما أن R2 والX2 قيمها صغيرة جدا مقارنة بالRO والXO تقريبا كل ال-Input Current بيمر من خلالها بدلا من المرور في هذا البرانش فإذن يلغى هذا الجزء ونتحصل على هذه السيركيت النهائية فنقول من هنا R-Blocked Router يساوي R1 زايد R2 والX-Blocked Router يساوي X1 زايد X2 بنحل هنا مثال توضيحي يشمل ثري تيست عندنا هنا ثري فيس اندكشي موتور عمل على هذا الموتور نولود تيست عند فريكوينسي 60 هيرتز وبلوكد روتر تيست عند فريكوينسي 15 هيرتز وهذه هي النتائج في ال-DC تيست الفولتج 20 فولت والكارنت 25 أمبار وبالنسبة للنولود تيست النولود فولتج طبعاً line-to-line 208 فولت وهنا النولود باور والنولود كارنت وهذه نتائج ال-Blocked Router تيست أحياناً تعطي هنا قيمة الكارنت لثري فيسس يعني IA و-IB و-Ic فلحساب هذه القيمة ناخذ الأفريج لهذه الكارنت في مطلوب هنا حساب ال-Equivalent Circuit Parameters للإندكشي موتور بالإضافة للروتيشنال لوسيس فنقول هنا IA يعني نحسب ال-R1 وال-R2 وال-X1 وال-X2 وال-R0 وال-X0 فنبدأ بال-DC تيست لحساب ال-R1 مباشرة نستخدم هذه المعادلة ونعوض تعويض مباشر من المعطيات عن ال-DC وال-DC ويعطينا ال-R1 DC 0.4 أوم هنا بنفرض أن ال-R1 AC تساوي ال-R1 DC فإذن هذه ال-Equivalent Circuit وهنا قيمة ال-R1 فرتيشنال لوسيس تساوي P-NU LOAD وقيمتها معطاء minus stator كبر لوسيس ونحسبها من هذه المعادلة I-NU LOAD 4 أمبير من المعطيات وهنا ال-R1 حسبناها 0.4 أوم أما بالنسبة لل-NU LOAD تيست وال-Blocked Router تيست كل سيركيت فيها فولتيش و-Current و-Imbedance مكونة من R و-X كل بساطة نحسب قيم كل هذه البرامتر عن طريق معادلات ال-Power وقانون Ohm فعندنا Z-NU LOAD و-R-NU LOAD و-X-NU LOAD وهنا Z-Blocked Router و-R-Blocked Router و-X-Blocked Router فال-Z-NU LOAD تساوي V-NU LOAD على ال-I-NU LOAD طبعا هنا Phase Voltage وبنفس الطريقة لل-Z-Blocked Router وهنا R-NU LOAD تساوي P-NU LOAD على ثلاثة في ال-I-NU LOAD تربيع وبنفس الطريقة لل-R-Blocked Router وهذه معادلة X-NU LOAD وهنا معادلة X-Blocked Router فاللاحظ هنا كل المعادلات نفسها في الحالتين الاختلاف فقط في قيم هذه البرامتر تابعا لكل تست فنحسب هنا Z-NU LOAD ثم R-NU LOAD و-X-NU LOAD كلها تعويض مباشر بقيمة NU LOAD VOLTAGE وال-NU LOAD POWER وال-NU LOAD CURRENT المعطاء وهنا Z-Blocked Router وهنا R-Blocked Router وهنا X-Blocked Router تعويض مباشر بقيمة Blocked Router Test من المعطيات هنا فقط نعمل تعديل على قيمة X-Blocked Router لأن مذكور في المثال إن Blocked Router Test عمل عند Frequency 15 Hz فنعدل قيمة X-B-R بهذا الشكل نضرب X-B-R في Frequency 60 Hz على قيمة Frequency اللي عمل عندها هذا Test 15 Hz وهذا يعطينا قيمة X-B-R عند 60 Hz بدلا من 15 Hz الآن نركز في الحسابات استنتجنا سابقا في No-Load Test إن X-NU LOAD تساوي X1 زايد XO واستنتجنا سابقا في Blocked Router Test إن R Blocked Router تساوي R1 زايد R2 أما X-Blocked Router طبعا بعد التعديل فتساوي X1 زايد X2 فإذن عندنا هنا ثلاث معادلات بنحسب من خلالها قيم كل هذه البرامتر فإذن هذه هي الثلاث معادلات نبدأ من هذه المعادلة حسبنا من الاختبار الأول DC Test إن قيمة R1 تساوي 0.4 فإذن هذه قيمة R2 أما بالنسبة للX1 والX2 فتحسب قيمها بناء على تصميم المشين عادة يعطى جدول بهذا الشكل يحدد من خلاله القيمة المناسبة للX1 والX2 كنسبة من Adjusted X Blocked Rotor بناء على نوع وتصميم الموتور ونفرض هنا أن الموتور من هذا النوع يعني هذه قيمة X1 وهذه قيمة X2 يعني X1 تساوي X2 لأنها كلها تمثل 50% من قيمة XBR XR فإذن هذه قيمة X1 والX2 ونعوض هنا بقيمة X1 وبالتالي هذه قيمة XO فإذن هذه Final Echofrin Circuit للإندكشن موتور بعد حساب جميع البرامتر طبعا هنا مع فرضية قيمة الRO كبيرة جدا وبالتالي قيمتها هنا مهملة Open Circuit هنا بنتكلم عن Approximated Echofrin Circuit للإندكشن موتور بنفس طريقة ترانسفورمر قلنا يمكن نقل هذا البرانش إلى ال-Input Terminals فهنا بفرضية أن الفولتج دروب على R1 والX1 صغير جدا يعني قيمة V1 هنا قريبة جدا من الفولتج هنا وبالتالي تأثير هذا الدروب لا يكاد يذكر فهذا شكل Approximated Echofrin Circuit للإندكشن موتور لكن استخدام ال-Approximated Echofrin Circuit لتمثيل أداء ال-Induction موتور فيه بعض المشاكل وليس مثل ال-Approximated Echofrin Circuit للترانسفورمر أولا قلنا سابقا وجود ال-Air Gap بين ستيتر والروتر في ال-Induction موتور يسبب مرور قيمة Excitation Current عالية توصل إلى 30 إلى 40% من الرات ترانسفورمر والتي كانت تقريبا من 1 إلى 5% بالنسبة لترانسفورمر فمن الصعوبة إهمال الدروب على R1 وال-X1 بسبب قيمة No Load Current العالية لذلك لابد من استخدام Exact Echofrin Circuit للإندكشن موتور للحصول على نتائج صحيحة المشكلة الثانية هنا إن قيم X1 وال-X2 في الإندكشن موتور أكبر من X1 وال-X2 في ترانسفورمر وهذا يأثر على الحسابات بشكل كبير عند استخدام ال-Aproximated Coffrin Circuit للإندكشن موتور وعلى الرغم من هذه المشاكل استخدام ال-Aproximated Coffrin Circuit يعطي نتائج جيدة للإندكشن موتور الكبيرة أما الموتور الصغيرة فنسبة الخطأ فيها أكبر فهذه تطبيقات ال-Aproximated Coffrin Circuit للإندكشن موتور والي يمكن من خلالها من نفس معادلات ال-Open Circuit Test في Transformer والي هي اعتمادا على ال-Aproximated Coffrin Circuit لحساب ال-R-O وال-X-O لنفس المثال السابق فنلاحظ هنا إن قيمة ال-X-O قريبة من قيمة ال-X-O اللي حسبناها بالطريقة في المثال السابق واللي كانت تقريبا 27 أوم فهذا ما يتعلق بحساب ال-Parameters في ال-Coffrin Circuit للإندكشن موتر